أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أخبار جديدة إذن أهلا وسهلا بالجميع اللي يدخل يعمل لايك الفيديو إذن نمر لأخبارنا لليوم بعجالة خبير قال تقديرات النقد الدولي بشأن التضخم واقعية وكذلك باش نشوف موضوع آخر وهو عائلية ضحايا العنف البوليسي تطالب الرئيس قيس سعيد بالتدخل السريع للنظر في قضايا أبنائهم ووليدة المرحوم عمر العبيدي اللي محبة النادي الأفريقي قالت العرقل القضائية في ملف ابني مستمرة وكذلك القانون كما ديما ذك شعارنا الأول والأخير هو القانون فوق الجميع مصنع الفولاذ الاحتفاظ بعشرة أشخاص وإحالة 27 بحالة تقديم في قضايا فساد بش نمر المواضيع ذي الكل بأكثر تفاصيل إذن خبير قال تقديرات النقد الدولي بشأن التضخم واقعية قال الخبير الاقتصادي رضا أشكندالي اليوم أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن التضخم في تونس مرتقبة لافتا إلى أن التضخم المالي متأتن أساسا من ضخ أموال في الاقتصاد بلا مقابلة وفي وقت سابق توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أو جورجيفا أن يبلغ التضخم في تونس 9.8 في 2024 معتبرة أن نمو من المعدل المتوسط وقد يبلغ هذا العام 1.9% اقتراض بلا نمو أفاد رضا أشكندالي في تصريح ليها قبل قليل لإذاعة موزيك أن توقعات صندوق النقد الدولي لا تستند إلى لجوء الدولة للاقتراض المباشر من البنك المركزي لمبالغ 7000 مليون دينارة وأضف أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن هذا المبلغ سيوجه سيوجه الاستهلاك أي إلى ضخ أسيولا في الاقتصاد دون نماء للثروة والدليل أنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادية مصنع الفولاذ الاحتفاظ بعشرة أشخاص وحالة سبعة وعشرون بحالة تقديم في قضايا فساد إذن النيابة العمومية ببنزرة تقرر إقاف عدد من المتهمين في ملف فساد مالي وإداري بمصنع الفولاذ وأفاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببنزرتو والمساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي أن النيابة العمومية بالجهة أذنت الاثنين للفرقة المركزية للحرص الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بعشرة أشخاص مع الإبقاء على سبعة وعشرون شخصا أخرين وإحالتهم بحالة تقديم لإبداء الرأي في شأنهم جميعا وذلك في جريمة فساد مالي وإداري بمصنع الفولاذ بمنزل بورغيبة وتتعلق القضايا إذن بورود معلومات على النيابة العمومية في نوفمبر الماضي بوجود شبهات فساد مالي وإدارية بمصنع الفولاذ ما تسبب في الحاق ضرر كبير بهذه المؤسسة كما أصدر قاضية تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنزرت بطاقة إداءة بالسجن في حق وزير سابق للصناعة في القضية المتعلقة بملف فساد في مصنع الفولاذ وأضاف المصدر ذاته أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنزرت سابق أن تعهد بفتح تحقيق في جراء فساد مالي وإداري وغيرها ضد كل من سيكشف عنه البحث والإذن لفرقة الحرص الوطني بالعوينة بالبحث في الغرض إذن وكان الرئيس قيس سعيد زارة سابقا مصنع الفولاذ ودعا إلى فتح ملفات الفساد في المؤسسات الكبرى الراجعة بالنظر إلى الدولة نمر لخبر آخر والدة عمر العبيدي محبة النادي الإفريقي قالت العرقل القضائية في ملف ابني مستمر أكدت والدة عمر العبيدي أحد ضحايا العنف البوليسي في الملاعب الرياضية التونسية استمرار العرقل القضائية لقضية ابنها مشيرة إلى أنه منذ ستة سنوات يتم تأخير الجلسة كل مرة دون جديد وطالبت وسيلة العبيدي بمحاسبة من طورت في قتل ابنها مشددة على أنهم مازالوا يمارسون مهامهم في الإفلات واضح من العقاب كما ناشدت رئيس الجمهوري قيس سعيد بالتسريع في النظرة في ملف عمر العبيدية وقررت الدائرة الجناحية بمحكمة الإسناف بطول السابق حجز قضية شهيد الملاعب عمر العبيدي إثر الجلسة لتحديد موعد جديد للتحرير على الطبيبة الشرعية والشهود وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أصدرت أحكام بالسجن مدة عامين في حق 12 متهما من أجل تهمة القتل عن غير قصد وفقا لمصادرنا وقضت في حق كل المتهمين آخرين بعدم سماع الدعوة وقبول الدعوة المدنية شكلا وفي الأصل حفظ أصل المدني في حق ورثة عمر العبيدي ورفض بقي الدعاوي المدنية شكلا وكانت هيئة الدفاع قد أبدت استغرابها من نصوص الإحالة محملة المسؤولية بدرجة أولى لفرقة مقاومة الإجرام بتمسها أدلة الإدانة والتحقيقة بعدم الجدية اللازمة من أجل التخفيف من التهم الموجه إلى المتهمين يشار إلى أن دائرة الاتهام وجهت تهمتي القتل عن غير قصد الواقع عن قصور أو عدم احتياط أو أهمال وعدم تنبيه وعدم مراعاة القوانين وعدم إغاثة شخص في حالة خطر وترتب على ذلك هلاكه ممن تفرض عليه قواعد مهنتها مساعدة الغير وإغاثة تبقى الإغاثة يعني تبقى الأحكام الفصلة 217 من مجلة الجزائية كما تم توجيه التهم وفقا عدد 48 لسنة 1966 متعلق بجرمة الامتناع المحضور حيث نص الفصل واحد على أن يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدره 10 ألف دينار كل من أمسك عمدا عن منع فعل موصوف أما بجناية أو بجنح واقع على جسم الشخص نمر لخبر آخر وهو عائلات ضحايا العنف البوليسي تطالب سعيد بالتدخل السريع للنظر في قضايا أبنائهم دعت عائلات والأمر بالتسريع في النظر في الملفات ونددت العائلات في مؤتمر صحفي عقد اليوم صباحا بالتعطيلات القضائية التي تواجه ملفات أبنائها مطالبة بعدم الإفلات من العقاب وقالت أم شهيد جبنيان أسامة الأعطر أن ما حدث لابنها هو قتل متعمد وليس قتلنا على وجه الخطأ مشيرة إلى أن العون المتورط في قتل ابنها ما يزال حرا طليقا ودعت أم الشهيد أسامة الأعطر رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاتصال بعائلات الشهداء من جهتها قالت أم الشهيد عبد السلام الزيان أنها لم تتحصل منذ ثلاث سنوات على أية معلومة وأشارت إلى أنها ستلتجأ إلى القضاء الدولي في حال لم تتحرك السلطة التونسية إذن كانت أخبارنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام ولا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات على الشاشة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر